السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ تيما دائما مع شهوات رمضان فضيل وباش ما تحيريش وصفت مائتنا اليوم كيف العدم تنوعه سهله بسيطة وجديدة بطريقة ليه مختصرة تهنيك من كثرة الوقوف في المطبخ والأهم شهوات ليه لديدة وعلاقة جيب هنحضروا مع بعض فطور عشا وصحور وحتى التحلية منسيتكمش منها المرحول حلو بعجين واحد وبحشوات ليه اقتصادية خطيرة بدون لحوم بلا اختمار ولا دلك وكتجي مقرمسة ما شاء الله طاجين مغربي محبوب الجميع بشكله هو جديد كوشيك يحمق عليه وفطائر سائلة من باب التغيير غادي نديرها بلا عجن ولا دلك وكتجي لديدة بزاف كيف العادة كتمنى تتبعوا معي الفيديو الاخير تجعوني بلايكاتكم وتعلاقاتكم اللي كتفرحني بزاف بزاف وكنتشكركم عليها وإلا كانت أول مشاهدة لكم القناة وطبعا عجبكم المحتوى فألف ألف مرحبا بكم ضغطة زر الشراك وفعلوا الجرس بشتوصوا دائما بجديد الوصفات إن شاء الله فكم بدو بسم الله أولا بالعجين اللي غادي نديرو به المالح الحلو غادي نديرو ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة كبيرة من السكر وحبة كبيرة من البيض تكون طبعا بدرجة حرارة الغرفة غادي نضيفو عليهم جو كيسان ديال الماء العادي ديال الصنبور الماء ديال روبين غادي نضيف عليهم أيضا كأس ديال الحليب الحليب طبعا بارد ماشي دافي وغادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعض ديال تحت كي نساجم داك البيض مع المكونات السائلة من بعد غادي نضيف الدقيق بالتدريج وأنا كنخلط حتى نحس بها داك الخليط ديالي غادي دا يتقال طبعا كيف كل فيديو غادي نعطيكم كمية ديالتقيق ولكن تبعوني وودي أضيفوها بالتدريج لأن هاد العجين هادا ما غاديش يحتاج للدلك وفي نفس الوقت ما خاستش تكون واحد العجينة في حال العجينة المسمن ستكونش مرخوفة بزل كنخلط جيدا هاديك الكيمية الأولى ديال الدقيق وضروري الدقيق يكون عندكم غربي ومن بعد غادي نبقا كنضيف دقيق شوية بشوية وانا كنخلط حتى نحس بها داك الخليط ديالي كيف كتشوفوه معا يتقال ممكن تستعملوا البنات اللي كي بغيو يخدموه بالعجان طبعا ممكن تخدموه به انا خدمتها كغرب بالطراب اليدوي وراه كي قضي الغارض سافي مني كي تقلي الخليط بهذا الشكل هادا غادي نكمل باليدين ديالي عمقا نضيف الدقيق بالتدريج وانا كنجمع منسبة الأخوات اللي كي سولوني على نوعية الدقيق دائما اللي كنخدم بها فانا حتى في هاد العجين والفطائر كنخدم بالدقيق اللي كيكون خاص بالحلويات كيعطي واحد الخفف في يعني في الفطائر ديالنا وكي يجو ما شاء الله كي يجي القوام ديالهم حسني لاخدمنا بالدقيق ديال الخبز سافي غادي مقاعنا كنضيف الدقيق بالتدريج وانا كنجمع العجين حتى نحصل على العجينة كيف ما غا تشوفوا معايا كتجي بهذا القوام هادا كتجي عجينة اللي هي يعني ما قاس حاش عفون وفي نفس الوقت ما شي مرخوفة كمية الدقيق بالضبط اللي خدتليها خدتليها 600 جرام وديالدقيق يعني ما يعادل السد الكيسان ديال العنبة وديما الساعة ديال الكأس اللي كنخدم بها هي 100 ميلي من السوائل حصلت عليها بهذا الشكل هادا مباشرة غا نخدموه بها ما غا ديسر سح موالو خاصنا العجين ديالنا ما يكونش مرخوف باش ما يعدبناش في الخدمة غادي نقسم العجين ربعا ديال اقسام بهذا الشكل هادا وغادي نشكل كل قسم على شكل كورا وحاولوا انكم مديروا لا دقيق لا زيت غير هكا بليادين ديالكم يلاشوا العجينة كتلسق فازيدو هادا دقيق في العجين لانكم رخفتوها من بعد ما كنشكلهم كنغطي على ذوك ثلاثة وكنناخد اول واحدة نبدأ بها باش زوين هادا العجين هادا ما كيرتعش يعني ممكن تبديه وتساليه في نفس الوقت بالسعانة في الدقيق بالدقيق عفون غادي نبدأ كنطلق هاداك العجين بسمك اللي هو ورقيق كلما طلقنا بسمك اللي هو ورقيق كلما غيجيونا الفطائب ديالنا مقرم شينو مورقين ممكن تطلقوهم بالدقيق او بالنشاء يعني اللي كتفضلون تومها غادي بقى نطلق فيهم حتى نطلقهم بسمك اللي هو مستطيل او عفون شكل اللي هو مستطيل من بعد كنناخد الزبدة اي نوع ديال الزبدة متوفر لكم مشي بالضروري تديرو زبدة توريق او الزبدة مارغارين ديال العولاب اللي متوفر لكم اتخدمو به غير دوبوها إلا كانت زبدة حيوانية حيدو لالحليب دياله كندهن هذيك الورقة اللي طلقت ديال العجين كامنا ما نخليش مكان ليكون فارغ وكندير واحدة رشة خفيفة ديال نشبش الطبقات كي يلتسقوا على بعض ديالهم وفي نفس الوقت دغية كتقبط فرصة هذيك الزبدة ما تعدبناش في الخدمة غادي ندهن نطوي طياتين الواسط وهد البلاسة ما فيهاش الدهن غادي ندهنوها دائما زبدة المدابة وتكون دافية ما تكونش سخونة باش ما تقطعشين العجينة غادي نرشر الشهنية ديال نشا ونطوي عاو تاني طياتين على هاد الشكل هادا ونحتفظ بهد القطعة جانبا كننخدو قطعة تانية ونعاودو بنفس الطريقة بالسيعانة بالدقيق كنطلقها بسمك ليكون نرقيق يعني كل ما رققتوه كل ما مزيان وكيف كتشوفونا العجينة راها وقا يعني وخب بالطريقة اللي تبعتو الطريقة ديال اللي عجلي درنا وخمر ساحت موالو يعني مباشرة خدمت فيها راكات عطي الطوح من بعد ما اطلقتها فهي بدورها غادي ندهنها من الداخل بالزبدة المدابة ومن بعد ما كندهنها من خليو تشي مكان مافيش الزبدة مشي بالضروري ندهنو نعاودو ولكن غير كل البلايس تكون فيهم الزبدة باش كيتورقو لنا في الفرن وكيتقرمشو كيجوا في حال درناهم بالعاجيل مورق كنرش بنشا وكندير القطعة الاولى في الوسط وكنطوي عليها كطياتين كنصد عليها مزيان ومن بعد كنعاود ندهن هاد البلاسة هادي ونسد عليها او تنرشا بنشا ونسد عليها وغادي نكرر نفس المسألة اللي درت مع هاد الجوش قطاع الاولى مع جوش القطاع الثانية يعني جوز اغادي ندير به المالح وجوز اعفون غادي ندير به الحلو وكيف كتشوفوا معي الطريقة دي التحضير ديالة العجين سهلة والصراحة كتجي حتى القرمشة فيه كتجي مختلفة بزاف غادي ندوز هنا ناخد اول جزء كيف شو معي اللي درت مع الجوش قطاع اللي درتهم مع التانين وكنناخد اول جزء اللي غادي ندير به الحلو نبدو به هو اللول فممكن هاد العجين هادا تحضروه تغلفوه بلاسيك وديروه في تلاجة او لا تديروه في المجميد الوقت اللي كتبغوه كتخرجوه يطلق و تخدمو به يعني فحل العجين المورق تماما غادي نطلق العجين ديالي بصمك اللي يكون توسط شوية ما يكون شرقيق يعني سامط انتم ما كتشوفوا معي تقريبا واحد نص سنتيم في العرض ومن بعد كنقطعوه باش جي الطريقة مخصصرة في تحضير انا قطعوه للتسعود ديال القطاع ثلاثة الاشريطة من الجهة اللي عندكم وثلاثة الاشريطة من الجهة المقابلة كناخد كله مربح وكن ندير فيه القليل من الكريم باتي سيار ممكن ندير اي كريم ام توفره ليكم وكندير حبيبات ديالشوكولاة بالنسبة الكريم باتي سيار فحضرتها بنص ساترو ديال الحليب جوج معالقة ديال البودرة ديال الكريم باتي سيار و السكر على حسب الضوء كنخليها حتى كتبرد كننطر بها وهي كنديرها نعمر بها الوسط وكنبدأ كنصد على الحشوة ديالكريم باتي سيار والشوكولاة كنصدو القنيتات مزيان تقرسو العجين على بعضياتو ما نكتروش الحشو باش ميخرش لينا سافي وكننوضعوهم على ظهرهم هذيك البلاسة ديال السدة كتجي من الاسفل من بعد كنناخدو السفار ديال البيض اللي تزناليشو القليل من الحليب او اليوقت طبيعي حتى اليوقت كي يجي تحمار ديالو مع البيض كتجي واحد تدهيبه زوينه سافي غادي ناخد هاد سكين من بعد مدهنتم كنديرو حتى تفليحات باتي شكل هاد ولكن ما كمشيش حتى الداخل غير من الاعلى وغادي ندخلهم الفران فران ديال غاز فقط طيبهم على نار اللي هي يعني متوسطة غدا المهيلة وفران ديالكهرباء فانا طيبتهم على 180 درجة اه شدرت المروحة في الاول حتى كيتورقو كنحيد المروحة ونخلي غير فوقه الاعلى حتى كي يطابو لي غادي ندوز هنا نحضر الحشو اللي غادي ندير بها المالح فعندي البصل وعندي الفلفل الالوان الملح والقليل من الزعتر والفلفل الاسود اللي هو اللي بزار كنشحر هذه الحشوه جيدا حتى كنتشحر لي مزيان البصلة ورفلفلة وغادي ناكشتو معي انا هنا درت كمية زيدة غادي نحيد واحد الجزء اللي غادي نخدم به الفطائر السائلة يعني انا كان شحر البصلة ورفلفلة كنشحرها في دقة واحدة ومن بعد كنقسم كل كمية اللي غادي نخدم بها غادي ندفع للنار داروري في هذه المرحلة هادي وغادي نضيف واحد نصف معي لقا ديالتون بودر غادي نضيف ايضا علبة ديالتون اللي سقطرتها من الزيت ديالها والزيتون الخضر اللي كتوفو معي كمية اللي هي بسيطة كنا نطحنها ها كفة في التحان غادي نضيفها حتى هي وغادي نبقا كنخلط وانا كنفتتها داك الطون حتى ينساج منها مع الحشوه صراحة حشوة اللي هي بسيطة ولكن الاضافات اللي غادي نضيفوا لها غادي تزيد تلددها وغادي تضيبنينا الصراحة ما شهدكم صافي غادي نخلي الحشوة ديالي جانبا حتى تبرد تماما عاد باش من بعد كنضيفوا لها الجوب المبشور حكيتو في العيون الغلاد وكنضيفوا لها البيض مسلوق البيض مسلوق راكي بقى الشاي طلينا في الفطور فضيفوا في الحشوات راكي جي كتجي هاد الحشوة بدات كتجي بنينة غادي نحرك الكل مبعديات وممكن زيدوا حتى الجوبن المثلة معها ولا شي جوبن كريمي هيا هادك الفرماج بنا غايدخل لها غايتعلق وغايدلوا بكل شيء وتجمع الحشوة من بعد ضفت هنا اي واحد جوجو جمعة لقدي الكيتشوب ولا ما غاياكلوها شلوليدات ضيفوا الحار وحركوا الكل ولكن ما تضيفوا البيض دكشي حتى كتبردلينا كناخد الجزء الثاني ديال العجيل اللي غادي ندير به المالح غادي نبدا كنطلق فيه حتى هو بصمك اللي هو ورقيق ما تخليوش غلاد لانه هم ما زال غايتلفو على بعضياتهم من بعد كيف كتوفو معايا كنقطع الثلاثة ديال اشريطة ومن بعد كنقطع راشتو معايا عبارة هنايا ولكن راني زدتو حتى سوية يعني من الافضل تقطعو من الجهة المقابلة ماشي ثلاثة وانما لربعة باش يجيو منها يجيو ورقاق وفي نفس الوقت كتخرجو حبات اضافيين كندير كمية ديال الحشو في الطرف كيف كتوفو معايا ونحاولو الحشوة ممشوشو بهال الجنيبات باش يكون علي منه لايسر وكننلف عليها بات الشكل هذا وضروري ما نقرسه مزيان وان باش نتبته العجين على بعضياته خاصنا نقرسه دوك الجواني بجوش سافي ورشاري ديال نار هواجد كنوضعوه جانبا وكنعودو نديرو يعني كيجي في حال سيغار ولكن كيجي ما شاء الله مقرمش وذك العجين ما كيجيش بتاتا وخل عجينك تضوب الموحد المكان ما كيجيش بتاتا نغلايدا كتجي مقرمش ومورقة غادي نكرر نفس المسألة مع العجين كامل وهدوك القطع اللي كبار را عود تلقتهم واحد شوية بدلك وخرجت منهم وحجت حبات خرين سافي غادي ناخد نفس الخالي ديال سافر البيض والحليب غادي ندهن به هات الشكل هاد الفطائر من الوجه ديالهم ومن الجوانب ومن بعد ما غا ندهنهم غادي نزينهم على حسب الرغبة وطبعا على حسب المتوفر انا درت هنا زنجلان بيض وغادي ندير ايضا حتى زنجلان اسود وانتوما كيف كتلكم كتزينو باللي عندكم في الدار ممكن ديروا حبة الباركات ديروا زنجلان العادي ومن بعد كيف كتوفو معايا غادي ناخد هنا واحد سكين وانا بدنا ندير اشريطة مائلة ودي ماداك سكين كنمسحوه وما نمشيوش بالتقطاعات اللي تحت غير واحد تفليحات اللي كيعتونا غير واحد شكل جميل فيهم من الوجه ديالهم اندخلهم الفران وغادي ندوزون نحضروا الوجبة ديال العشاء فدرت الملح غادي ندير الفلفل الاسود وغادي ندير التحمارة اللي هي فلفل احمراء معلقة تكون معمرة مزيان غادي ندير الكمون بالزايد يعني اني غنطيب السمك وكيف كتعرفوا السمك كيبه الحوت ومن بعد غادي ناخد هناي الفلفل السودانية هندير تقريبا غير واحد اربع معلقة وغادي ندف معلقة ديال كوركم اللي هو الخرقم عرق كنضيف تقريبا واحد سدروس ديال التومة اللي يكونوا محكوكين وكنضيف جوج معلقة احتل ثلاثة ما بالقزبر والبقدونس كنضيف ايضا عصر ديال الحامضة الحوت كيبغي الحامض ممكن ديرو حتى المصير وانتوما كنمشي كنجيب نص الحامضة وكنرزع ومن بعد غادي نضيف زيت الزيتون طبعا زيت الزيتون وزيت المائدة الكمية على حسب الرغبة سنضيفهم بهذا الشكل هذا ونخلط هاد الشرمولة كتجي ما شاء الله يا سلام كتجي بنينة بزاف ولديدة وبسيطة يعني ما كانش كترة المكونات من بعد غادي ناخد هنية السمك وغادي نمدان تبلو بهذا السبيلة هادي وبنسبة لهذا الطبق هادا كيف غادي نشوفو معايا فممكن تحضروه في الفران كيف ما ممكن تحضروه طاجين يعني انتو مور رغبة ديالكن انا غادي نديرو على شكل طاجين ولكن في الفران من بعد كيف كتوفو معايا كناخد البطاطس او البطاطا اللي كتكون عندي مسلوقة واحد نسلقة وغادي نديرها في الارض ديال المول اللي تكون طبعا دهنتو بحت شوية ديال الزيت وبنسبة للخضر فممكن تديرو اي نوع ديال الخضر كتفضلوها انا زيت على هنا شوية ديال الشرمولة من الاعلى ديالها ديال الشرمولة اللي بقتلية ومن بعد كناخد طماطعم اللي تكون شرائح كندوزة فهذه الشرمولة كاملة يعني كفا اتشوفو معايا غادي نتبلها بهذه القوام اللي بقالية نارا كنخدمو انا فيها تلقاعدة كنخدمو كنجمع حيث عارف راتي شنو تباني وبالصراحة انا سيحز عمل لابنت المبتدئات ولا يلا يلا تزوجات باقي ما مدتت على الريتم ديال كل نهار فديري هادي في الول صعابة انك تبقي تخدمي وتجمعي ولكن من بعد اتسهل عليك اتولي في الدك فحل شي عادة كديرها عادي هني من بعد ما درت هذيك الشراء احدي الطماطم اللي يتبلتهم درت السمك وكننا اخذ ورقة ديال الرند كنا نقسمها ونديرها في الجوانب وكننا اخذ الفلافل الوان اللي قطعتهم بهات الشكل هادا ومكن نزينو الطبق ديالنا ومن هل حتى ديك الفلاكت جيبنينه كتشوهم عالحوت مني كتاب في الفران وكتزيدو لده غادينا نزين حتى بانصاف ديال الحامض وكننا اخذ الورقة ديال الطهي كنديرو بهات الشكل هادا باش منين نغطي بالاليمينيو وميقش الماكلة وغادي نزمت هالطبق ديالي وندخلو الفران غير كنحس بيها كجات فيه الغلية وهدي كماتاشا دبالت كنعري علي ونخليه يشرب هاداك المديال ويتجمر لي هاداك الحوت وديما الفران انا كنطيب هادشي على ميتين دراجة يعني ميتين دراجة وكنديل اعلى والاسفل ومكنديرش المرواحة غادي ندخلهم الفران غادي ندوزو نحضر الفطائر السائلة فعندي هنا ايه جود حبات ديال البيض غادي نضيف عليهم فهد المرحلة هدي الملح واحدة تقريبا معي القصغير هذا الملح غادي نضيف ملعقة صغيرة من السكر وغادي نخلط هاد المكونات جيدا مبادياتهم بالنسبة للناس اللي بغاو يستغنوا على السكر فما الافضل لا حيث السكر غادي عاولين الخميرة تخدم غادي نضيف هنا ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات وملعقة صغيرة من خميرة الخبز والقليل من توم بودر مع الزعتر يابس واحد معلقة صغيرة من بعد علبة ديال يوغ طبيعي بدون سكر ونفس العلبة غادي نعبروها زيت من بعد غادي نضيف نصف كأس من الماء الدافئ الماء ديه ما يكون دافئ وحتى الحليب اللي غادي نضيفه يكون دافئ وغادي ناخد هنا ايه ديك العلبة اللي عبرت بها ديال يوغ غادي نضير بها كاسونس ديال الحليب اللي يكون دافئ باش هديك الخميرة كتخدم لينا صافي غادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعضيات تحتى كتنساجم وكان بدك نضيف الدقيق بالتدريج بنسبة دائما القياسات غادي نخلى لكم اسفل الفيديو ولكن انا درتوا القياس بشي كاس سيروا بيه في الكيسان كاملين بنسبة الكأس اللي خدمت بيه في الساعة دياله مئتين ميلي من السوائل ومئة جرام من نواشف فكنضيف الكأس الاول ديال الدقيق كندخله نضيف الكأس الثاني ديال الدقيق وحتى هو كندخله وفي الاخير نضيف نصف كأس يعني المجموعة ديال النواشف اولى الدقيق هي جوش كيسان ونص نخلطهم مزيان بهالطريقة هادي حتى كنحسب دقيق ما بقاش متكتل وغادينا انشو مر انا راك نقطع ولكرام في نفس الوقت كمشي نازل كيسان نجمع ونغسل ونعادنا رجع نكمل مهم غادينا ناخد هنه هاد القواليب كندهنتهم بالزوبدة ورشيتهم بالدقيق ممكن ترشهم حتى بسميد وكنا نبدأ كنفرغ فيهم تقريبا واحد معي القوانص كبيرة هنا يرا عمرتهم ومازال غادي نطيب هادو حتى هادو مالقواليب اللي عندي في هاد شكل وندخله الكيمية اللي بقت لي الفران بعد ما كنخرج هادو كندهنهم بصلصة ديال الطماطم جاهزة ممكن نديرو حتى الكيتشوب وكنديرو هكا الفلافل اللي كتكون عندي مشحرة ديك اللي نقص في الاول ومن بعد ممكن نديرو الطون نديرو الكفتات نديرو الليكن انا بني سبالي اليوم بغتنا نقدم لكم حشوات بيدو اللحوم فدرت هنا يغل الكاشر لقيتو عندي اكتا غادي ندير الطون ولكن ينقلت الطون درتو قبل انا ندير الكاشر هنا صافي غادي ندير هاد الفلفلو هاد شي فيه كامل ومن بعد كنزيين في الاخير بالجوب غادي ندخلهم في الاخير الفران غريضوا بهذاك الفرماج ونقدموهم ممكن ترشو حتى شوية زعتر غادي ندزو التحليف عندي نصف الليتر من الحليب غادي نضيف ليه ملعقة فقط كبيرة من السكر وغادي نضيف ليه ثلاث ملاعق ممسوحة من النشا غادي نضيف ايضا كيس ديل السكر فاني وحبة ديل موز ليشكون طايبة يعني تكون هارية نيت هي اللي غاعلش انا قدرت غير معلقة كبيرة ديل السكر ممكن نضيفه كتر ولكن حت له هادك البنان كي يكون مركز في الحلاوحيش طيب فقنا نعادلو الأدواق غادي نضحن كل شي جيدا ونديرو فكسرون به هات الشكل هادا ونوضعو على النار ومقف تحريك مستمر حتى كي يختار الياء وكي غلب هات الشكل هادا يعني كتجي في الغلية وكي يختار فاد المرحلة هادية غادي نضيف ليه علبة ديل الياء وقت فلان كارامين وغادي نحرركم زيان كي اعطيو حد القوام ومضاق اللي هو حسن من الياء وقت العادي غادي نحرك الكل ونسكبهم في الكؤوس ولكن قبل خديت شوية ديل بسكيو هادا اختياري غير هكاف كسرتو باليدين ديالي ودرتو في الاسفل ولكن الصراحة كيزيدها اغني الطعم خصوصا مني كتكونو كتاكلوها في الصحور غادي نسكب هاد الشكل هادا الكريمة ديالي في الكؤوس ونخليها حتى كيحيد من هاداك البخار وندخلوها تلاجة تماسك ومن بعد ما كتماسك لينا حتى تشد فراسة عاد باش كنناخدو كأس كبير ديال الحليب مع كيس ديال فلان انا درتو لي ماشي فيه السكر من الافضل دافو واحد المعلقة كبيرة ديال السكر انا درت هادا مضاف لي السكر فما اقدرش اني نتحكم في الحلاوة من بعد كنا نديرها تشيع للنار كيغلة وكننسكبوها كف الكؤوس كطبقة عليا وغادي ندخلهم يتمسكو في تلاجة كنناخد هادوك الرغايف او الفطائر المقرمشة بالعاجي اللي درنا غادي ندهنهم بالعسل ونرش عليهم هكا شوية ديال كوكا او اللوز مهرمش ومحمر وكادزينا كيبقى كيبكت لكم اختياري ممكن نديرو اللوز ايفيلي وللي عندكم هاداك الميني باقات كيجي مقرمز صراحة كيجي بنين وبادي كل حشوة فكادزي في حلقة تشكلو شبوكا ديو ومقرمز غادي ندير عليه الجبن بهذا الشكل هادا محدو هو سخون ونرش عليه القليل من البقدونيس وكنقدموه بنسبة ايضا التاجين ديالنا كيف كتشوفو معايا مني كي يوجد كيف كنت لكم تبنيوه في طاجين وبالنسبة لي انا فكنديرو في هادا المول ديال القغاطا حيث هادا المول هادا كنت خديت من الصفحة ديال المول هادا كافيديك الشمعة ملتكي كيجي كنشحلها كتخلي لكم الماكلة ديالكم اللي درشوها سخونة خصوصا مع وقت الفطور كتبقى والواحد عالمي تجمعوك كتجيها ديال طبيلة ديالنا كنت من الوصفات اللي نزلت لكم من يوم تنال اعجاب ديالكم قولوا لي انتم ما وش كتديرو كل شي فطبلاة وحدة يعني فطور عشاء وصحور ولا كتديرو دكشي مفرق كنحبكم القلب وكنشكركم اززاف لدعمكم الدائم خليتليكم الراحة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة